التطبيقات العملية لناس من غير الأنبياء واحد جاله وكان هو طمان والي أو كده فالراجل ده كان مستحق لتأديب معين فوقف بين إيدين ابن الزبير وقال له أسألك بالذي ستقف بين يديه يوم القيامة وأنت بين يديه أذل مني بين يديك الآن إلا تعفوا عني فكلام يعني الناس دي أو ما بيسمعوا الكلام ده ما بيستهتروش به ده على طول بيستحضر المشهد واليوم القيامة ونوائف وزنوبي وكذا ومحتاج لعفو الله فابن الزبير وضع خده على الأرض وقال له قد عفوت عنك يا الله سيدنا علي زين العبدين من الخصص اللي بيحكوها برضو إن كان عنده عبد غلام يعني خادم كده أو شيء فكسر الأبريق بتاع سيدنا علي زين العبدين ونزل تقريباً على رجله كمان وجرح فغضب غضب شديد فالغلام بتاعه ده أو الخدم بتاعه بيقول له والكاظمين الغيز فقال له قظمت غيزي قال له ولعفين عن الناس قال له عفوت عنك قال له والله يحب المحسنين قال له أعتقتك لوجه الله الله ده أخد كل حريته بالآية يعني في عز الغضب استطاع برضو إنه هو يكافح هذا الجانب البشري النوازع البشرية اللي بتدعو الإنسان ولأ لازم عاقبه ولازم أقدبه ولازم كذا شكراً للمشاهدة